أنا أعتقد موضوع الانتخابات المبكرة يعني ممكن أن نتجاوز هذا الاسم لي أسباب عديدة الآن الموعد الجديد للانتخابات المبكرة والأبكر واللي تصارعت الرئاسات الثلاث فيها أن تطرح عناوين ضخمة وجذابة لكسب ود المواطن العراقي والمتظاهر أنه إحنا ذاهبين بعملية تغيير سيكون المواطن العراقي جزء فاعل في هذا التغيير اليوم الموعد الانتخابات عشرة عشرة بينه وبين الموعد الأصلي للانتخابات الفعلية ضمن دورتها الانتخابية الدستورية الطبيعية هو ستة أشهر فقط فاتغيرت حكومة واستشهدت ناس وتشردت ناس واتطاردت ناس وانخطفت ناس وبالنتيجة على ستة شهر وحتى الستة شهر الآن يعني هم عليها مزايدات كلامية احنا المشكلة بالعراق السياسي من يلزم الكرسي يعني ما يريد يهده يعني تقول عبالك الكرسي بالعراق كرسي السلطة مو كرسي إنجاز لا كرسي استثمار شخصي وكرسي صنع هيبات شخصية على حساب المواطن هاي مشكلة كبيرة بالفلسفة السياسية العراقية احنا بحاجة الى عقول تستطيع ان تفكر وتخطط وإلى زنود سمراء قادر ان تنفذ وإلى اشخاص حكماء قادرين ان يتابعون التنفيذ بهذا الهول الكبير من المتناقضات السياسية على الساحة أحبطوا حتى قدرة وأمل المواطن في أن يكون إنه مرحلة تغيير قادمة حقيقية الكل متشبثين في أماكنهم كل متشبثين في كراسيهم الكل لا يريدون انتخابات مبكرة وما حدث في هذه الفترات هو ذر الرماد بالعيون للاستمرار أكبر فترة ممكنة وهذا ما حصل فعلا الآن شو معنى عشرة عشرة يعني قبل الانتخابات بستة أشهر هذا إيثار ثبت الموعد وإذا ما ثبت أنا أعتقد ستة أشهر ما يمكن أن تعتبر انتخابات مبكرة